وأول صفة أقف عندها هي أن يتصف الداعي إلى الله عز وجل بالصد لابد أن تكون صادقا داعي كالضاب ده ما بنفع زول بيكضب ما بنفع تلقى واحد راكب المنبر وشغال وقال الله تبارك وتعالى يديك في الآيات وأخرج البخاري ومسلم يلف يجاي يكضب العرام يقول لك يا زول ده زولكم ده زول اللي يقول اتقوا الله فمن صفات الداعي أن يكون صادقا بل صفات المؤمن أن يكون صادقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحر الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وبالمقابل قال عليه الصلاة والسلام وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإنه دعوة كيف؟ عشان كده كونك تكون داعية لابد أن تكون صادقا تكون صادقا وخلي تبقى داعية إنت كمسلم لابد تكون صادق واضح الكذب لزومه شنو؟